اشتركوا في القناة استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرف كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك إذا كانت معرفة الحق وتعلم حق جديد أمراً مهماً بالنسبة إليكم يستحسن دائماً أن تعيدوا النظر في المعتقدات الراسخة فكل مستوى جديد من المعرفة التي نكتسبها يوفر لنا خطوة إضافية في مسار اكتساب المزيد منها مرحباً أنا سامي صابر وتستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أحد الموضوعات التي كرسنا لها وقتاً طويلاً في حلقات برنامجنا هو طبيعة يهوى الحقيقية فألوهية الثلاثة في واحد تشكل عقيدة الإيمان الأساسية لدى معظم المسيحيين ومع ذلك كما قلنا في حلقات سابقة نحن نؤمن بأن الكتاب المقدس يعلم أمراً مختلفاً تماماً في الواقع سألني أحدهم منذ فترة وجيزة عما إذا كنت على دراية بالدليل على الثالوث الذي ورد في العهد القديم وأقر بأن هذه المعلومة كانت جديدة بالنسبة إليه لذا طلبت من يوسف راضي أن يلقي نظرة على ذلك ويشرح لنا ما الذي يدعمه هذا الدليل إن مضى على استماعكم إلينا فترة من الوقت فأنتم تدركون تماماً أننا بعيدون كل البعد عن المفاخرة الذاتية التي قد تمنعنا من الاعتراف بأخطائنا في الواقع إذا ترسخت لدينا القناعة بأننا قمنا بتعليم خطأ ما نشعر بأنه من مسؤوليتنا أن نخبر الناس بقدر المستطاع عن الخطأ الذي ارتكبناه والنور الجديد الذي تعلمناه وكذلك الدليل الذي يدعم هذا التغيير في معتقداتنا فالنور يتقدم وسيتابع التقدم وفي غدون ذلك من الطبيعي أن نكتشف بين الفينة والأخرى أن فهمنا قد تعطل في مجال ما وهذا جزء لا يتجزأ من المسار الذي نسلكه عندما نتبع النور المتقدم هل يوجد دليل في العهد القديم يدعم فعلا مسألة الألوهية الثالثية؟ ما هو الدليل الذي قدمه إليك هذا الشخص؟ ماذا قال لك؟ للأمر علاقة ما بالشيمة أنت تعلم تلك الصلاة في سفر التثنية في الإصحاح السادس منها تقول اسمع يا إسرائيل يهو إلهنا يهو واحد فتحب يهو إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك التثنية الإصحاح السادس الآيتان الرابعة والخامسة من الواضح أن يهوشو كان يعرف هذا المقطع لأنه اقتبس الجزء الأخير منه عندما سئل ما هي أعظم وصية هذه الآية هي الركيزة التي قامت عليها اليهودية التوحيدية أي إله واحد فكيف يمكن استخدامها للإشارة إلى أن يهو هو واحد من ثلاثة في ثالوث سري غامل؟ أنا لا أعرف فيها أي دليل على ذلك إنها في منتهى الوضوح يهو إلهنا واحد ومن المثير للاهتمام أن الكلمة الأصلية ترجمت إلى اللغة العربية بكلمة واحد وقد بحثت عنها في قاموس سترونغ التوافقي الشامل الجديد للكتاب المقدس ووجدت أنها الكلمة العبرية إخاد الرقم 259 ويتم تعريفها على أنها رقم ويمكن أن يتضمن التعريف بعض المعاني الأخرى مثل موحد أي واحد أو كرقم ترتيبي إذن واحد لا أفهم كيف يمكن أن تشير هذه الكلمة إلى الثلاثة في واحد في الواقع الفكرة هي أن كلمة واحد هنا لا تشير إلى واحد مطلق بل تشير إلى وحدة مركبة بعبارة أخرى ثم تفرضية اقترحت أن كلمة واحد تشير في الواقع إلى أشياء كثيرة في واحد على غرار خذ مثلا عباد الشمس تعتبر كل زهرة عباد الشمس زهرة واحدة رغم أن كل زهرة تتكون من زهيرات متعددة وبالتالي تقول الحجة التي يقدمونها إن هذه الآية تشير بالتأكيد إلى وحدة مركبة أو أمور كثيرة في واحد هل لديهم آيات أخرى من الكتاب المقدس؟ تدعم هذه الفكرة؟ في الواقع نعم ثمت آيتان يبدو أنهما تدعمان هذه الفكرة المثال الأول يرد في العدد الإصحاح الثالث عشر سأبدأ بالآية الأولى ثم كلم يهوى موسى قائلا أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعانة التي أنا معطيها لبني إسرائيل رجلا واحدا لكل صبط من آبائه ترسلون كان هذا بعد سنوات قليلة من مغادرتهم مصر ولكن قبل السنوات الثمانية والثلاثين الإضافية من التجوال في البرية أرسلوا رجالا للتجسس على الأرض لكن عشرة من الجواسيس عادوا بتقرير شرير باستثناء كالب ويشوع الذين عادا بتقرير إيجابي نعم ولأن الجمعة في إسرائيل صدقوا الجواسيس العشرة عدمي الإيمان وراحوا يتذمرون ويتمنون لو أنهم ماتوا في مصر حكم عليهم جميعا بالموت في البرية باستثناء كالب ويشوع الذين دخلا أرض الموعد على أي حال فلنقرأ القصة إنها في الإصحاح الثالث عشر من العدد الآيات السابعة عشر إلى الخامسة والعشرين فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا الأرض ما هي والشعب الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف قليل أم كثير وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها أجيدة أم رديئة وما هي المدن التي هو ساكن فيها أم خيمات أم حصون وكيف هي الأرض أسمينة أم هزيلة أفيها شجر أم لا وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض وأما الأيام فكانت أيام باكورات العنب فصعدوا وتجسسوا الأرض من برية الصين إلى رحوبة في مدخل حماه صعدوا إلى الجنوب وأتوا إلى حبرونة وأتوا إلى وادي أشكولة وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين فدعي ذلك الموضع وادي أشكولة بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك ثم رجعوا من تجسس الأرض بعد أربعين يوماً هذه الترجمة تقول عنقود واحد من العنب وتقول ترجمات أخرى ما معناه عنقود مفرد من العنب من هنا جاءوا بهذه الفكرة لأن كلمة مفرد أو واحد مصدرها الكلمة العبرية الموازية إخاد التي وردت في التثنية الإصحاح السادس لم يحضر حبة عنب واحدة بل أحضر عنقوداً أكثر من حبة واحدة ما يشكل عنقوداً واحداً المثال الآخر يرد في التكوين الإصحاح الأول سأقرأه لك وقال إلهيم ليكن نور فكان نور ورأى إلهيم النور أنه حسن وفصل إلهيم بين النور والظلمة ودعا إلهيم النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً التكوين الإصحاح الأول الآيات الثالثة إلى الخامسة كلمة واحداً هي نفسها كلمة واحد التي وردت في التثنية الإصحاح السادس والعدد الإصحاح الثالث عشر ثم تنصفان يشكلان واحداً كاملاً تماماً مرة أخرى فكرة أن الأجزاء الفردية يمكن اعتبارها تشكل وحدة موحدة كما في ألوهية الثلاثة في واحد لابد لي من القول أن هذا السؤال يروقني بالفعل فهو يظهر تفكيراً عميقاً ودراسة متأنية للكتاب المقدس لقد قرر شخص ما أن يبحث عن معاني الكلمات وهذا رائع لا أوافقه الرأي لكنني أقدر كثيراً الدراسة المعمقة التي أجريت حول هذه المسألة والتي أفضت إلى هذا الاستنتاج تذكر يا سامي الحق يتحمل دائماً ثقل التحقيق فإما أن تكتشف شيئاً جديداً أو ستتأكد من معتقداتك الأصلية وستحظى بمعلومات إضافية لمشاركتها عند الشهادة مع الآخرين صحيح وما لدينا هنا مثال نموذجي لتعطل لغة التواصل وما المشكلة في ذلك؟ فقد أرادت بالتأكيد التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية هذا ما تصادفه أنت أيضاً أليس كذلك؟ أمس بالذات أخبرني مايلز زميلنا في قسم اللغة الإنجليزية عن تعطل ترأى على لغة التواصل بينه وبين زوجته على ما يبدو كانت زوجته أعطته قائمة صغيرة بمواد البقالة مثل الجبن واللبن وطلبت منه إحضارها في طريق عودته من العمل ودونت له ملاحظة بالإنجليزية قالت فيها check dates أي تحقق من التواريخ فقد أرادت بالتأكيد التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية في اللغة الإنجليزية كلمة dates أي تاريخ اليوم أو أمس هي نفسها الكلمة المستخدمة للإشارة إلى ثمار النخيل أو التمر الكلمتان تكتبان بالإنجليزية بالطريقة نفسها وتلفظان بالطريقة نفسها أما الرجل المسكين فقد فهم الملاحظة check dates تحقق من التمر فاشترى لزوجته التمر الشهية ظناً منه أن هذا ما تريده بدل التأكد من تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات أتذكر ذات يوم كنت أرجع بسيارتي إلى الخلف وسألت ابني الذي كان أنا ذاك في الرابعة من عمره إذا كانت هناك أي سيارات قادمة باتجاهنا فقال لا وبعد لحظات بدأت بالرجوع وكدت أصبح في منتصف الشارع فأضف قائلاً ولكن هناك شاحك وهل تعرضتم لحادث؟ لا لحسن الحظ كان السائق الآخر سائقاً دفاعياً ماهراً وقد نجح في تجنب الارتطام بسيارتنا رغم أنه خلال قيامه بذلك علم ابني إشارة بيده لم تكن إشارة مهذبة على الإطلاق لنعود إلى الشيمة هذا جل ما في الأمر الشخص أو الأشخاص الذين يفترضون أن كلمة واحد هنا تشير في الواقع إلى انصهار كائنات عدة في كائن واحد إنما يستقرؤون من آيتين أخرين ويطبقون هذا الاستقراء هنا كلمة إيخاد في العبرية وأود فقط أن أضيف أن كلمة واحد هي الترجمة المثالية لكلمة إيخاد إذن كلمة إيخاد في العبرية تستخدم بالضبط بمعنى كلمة واحد في اللغة العربية فلنلقي نظرة على بعض الأمثلة مكتبة تتكون المكتبة من مئات ومئات إن لم يكن آلاف الكتب لكنها تبقى مكتبة واحدة فقط مثال آخر اللعبة اللوحية يمكن أن تحتوي على الكثير من القطع الفردية قد تحتوي على بطاقات ولوحة ومجسمات بلاستيكية صغيرة ينقلها اللاعبون من خانة إلى أخرى لكنها تبقى مجرد لعبة واحدة ماذا عن غرفة الطعام؟ لديك طاولة الطعام وحولها عدد الكراسي التي تحتاج إليها ولكن الطاولة والكراسي تشكل مجموعة واحدة لحجرة طعام واحدة تماماً ثم تحالات أخرى تشير فيها كلمة واحد وبكل وضوح إلى فرد وحيد منفرد كأن نقول هناك كلب واحد يتشمس على الرصيف هناك قطعة حلوى واحدة متبقية وأنا أطالب بها ليس إذا سبقتك والتهمتها قبلك وكأنك تعرف أولاد جيداً ما يعنيه يسامي هو أننا لا نستطيع أن نحصر تعريفنا لهذه الكلمة من غير المنطقي أن نحصر تعريفاتنا بهذه الطريقة لا في اللغة العربية ولا في العبرية في الواقع ثمت أمثلة كثيرة لكلمة إيخاد في الكتاب المقدس والتي تشير بوضوح إلى واحد فقط أياً كان موضوع الحديث ثمت قاموس توافقي هناك أحضره لنبحث فيه عن بعض الأمثلة حسناً إليك مثلاً التثنية الإصحاح السابع عشر الآية السادسة يمكنك استخدام كتاب المقدس يقول من الواضح أنه عندما يقول شاهد واحد فإنه يتحدث عن فرد واحد منفرد وليس عن وحدة مركبة هل من أمثلة أخرى؟ بالتأكيد سفر الجامعة الإصحاح الرابع الآية الثامنة إلى الحادية عشر يبدو أن هناك استخدامات عديدة لكلمة واحد هنا يوجد واحد ولا ثانية له وليس له ابن ولا أخ اثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه أيضاً إن اتجع اثنان يكون لهما دفء أما الوحد فكيف يدفع هذا المقطع مثير للاهتمام فبالرغم من أنه يتحدث عن كون اثنين أفضل من واحد إلا أنه من الواضح أنه يشير إلى واحد كفرد وحيد منفرد وإلا فلن يكون منطقياً القول اثنان أفضل من واحد واضح أنها الكلمة نفسها ولكنها لا تشير إلى وحدة مركبة من المخادعة أن نقدم آيتين من الكتاب المقدس الآية الثالثة والعشرين في العدد الإصحاح الثالثة عشر والآية الخامسة في التكوين الإصحاح الأول ونحاول أن نستقرئ من ذلك أن الألوهية الثالثية الوحدة المركبة هي ما يتم تقديمها في التثنية الإصحاح السادس الآية الرابعة هذا بعيد كل البعد عن المقارنة المتأنية بين الكتاب المقدس والكتاب المقدس إذن كيف يمكننا أن نعرف ما إذا كان المقصود هو الوحدة المركبة كما هو واضح في عدد من الأمثلة أم الكيان الواحد لنفترض أنك تقرأ في عبادات الصباح ووجدت كلمة واحد فكيف يفترض أن تعرف ما هو التعريف المقصود بالطريقة نفسها التي نستخدمها في اللغة العربية الحديثة عليك فهم المقصود استنادا إلى السياق السادة ديفيد ديخيا وأنتوني مارشل وكريستيانو رونالدو وهني باع المجبري وآخرون يلعبون لفريق مانشستر يونايتد إنهم لعبوا كرة قدم فرديون لكنهم يشكلون معا فريقا واحدا هذه وحدة مركبة على النقيد من ذلك هنا أقتبس اسمع يا إسرائيل يهو إلهنا يهو واحد انتهى الاقتباس هو توحيد نقي صرف لأن معنى العبارة واضح وذوح الشمس يهو واحد فقط واحد وبصراحة لطالما عرف اليهود ذلك وهذه الآية هي التي يؤسسون عليها التوحيد الصرف الخاص بهم أما مفهوم الثالوث الوثني فلم يدخل إلى المسيحية إلا بعد المسيح بقرون عدة وهذا المفهوم ليس جزءا من النظام العقائدي الأصلي للمسيحية حسنا سنأخذ استراحة قصيرة وعندما نعود سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع الكتاب المقدس هو أحد أعظم هبات يهوى لأبنائه إنه مليء بالوعود لتلبية كل حالة طوارئ بالإضافة إلى الإرشادات والتوجهات لجميع تجارب الحياة المسيحي الحكيم هو الذي يجعل من كلمة ياه حكمته في الحياة في كل شيء لمعرفة المزيد عن هذه الهبة الثمينة استمع إلى الكتاب المقدس أولاً حلقة 53 إنها الكتاب المقدس أولاً في الفقرة السابقة عالجت بشكل شامل ومباشر مسألة الوحدة المركبة مقابل الكيان المنفرد المشكلة هي أن فكرة ألوهية الثلاثة في واحد هي ركيزة أساسية في المسيحية الحديثة الأب جون أي هاردون وهو كاهن يسعي قال وهنا أقتبس إن سر الثالوث الأقدس هو الركيزة الأساسية في إيماننا كل الأمور الأخرى مرهونة به ومنه تنبثق من هنا كان حرص الكنيسة الدائم على حماية الحق المعلن بأن الرب واحد بالطبيعة وفي ثلاثة أقانيم ونعم صحيح أن المسيحيين ليسوا كلهم كاثوليك إنما عقيدة الثالوث هي ركيزة أساسية بالنسبة إلى غالبية المسيحيين ما قلته في الجزء الأول من حلقتنا لا أريد أن يسارع المستمعون إلى رفضه في حال لم تصنح لهم الفرصة لإجراء دراسة معمقة عن هذا الموضوع هل يمكنك أن تكرس الآن بعض الوقت لمراجعة الدليل الذي يثبت أن يهوى هو نفسه فقط واحد وليس ثالوثا؟ بالتأكيد يا سامي يا سرني ذلك ولكن من الواضح أننا لن نتمكن من التطرق إلى كل الأدلة التي تثبت وحدانية الطبيعة الإلهية ولكن يمكننا أن نتناول الأساسيات وبوسع الناس استخدام ذلك كنقطة انطلاق للتعمق والبحث عن المزيح أعرف أنني سبق أن ذكرت ما سأكرره الآن ولكن لا بأس أول مرة قدمت لي فكرة أن الثالوث هو مجرد بدعة سارعت إلى رفضها رفضا قاطعا فالكتاب المقدس نفسه يتحدث عن الروح القدس كيف يمكن القول إنه لا وجود للألوهية الثالوثية بينما الكتاب المقدس نفسه يسمي فعليا الأقنوم الثالث من الألوهية ليت الأمر كان بهذه السهولة لم يكن الأمر سهلا أبدا إلى أن قررت أن أتمعن في القاموس التوافقي لأبحث عن كل استخدام لكلمة روح في الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد وفي النهاية شعرت أنني أصبحت أكثر انفتاحا لأتقبل إعادة النظر في هذا الموضوع لأن الكلمة المترجمة الروح القدس هي ببساطة كلمة نفس هذا جل ما في الأمر ما من إشارة واحدة في أي موضوع كان إلى كائن ثالث يلفه الغموض وهو غير متجسد لكنه واع تماما وينتمي إلى ثم ألوهية ثالثية يتطلب الأمر بعض التعديل في العقلية والاستعداد الذهني للنظر في أفكار جديدة بغية التعمق في هذا الموضوع لذلك فلنبدأ من البداية من أين أتت هذه الفكرة؟ باختصار من الوثنية إنها موجودة في كل الأديان الوثنية القديمة حسنا هناك ساميراميس صحيح يقال إنها زوجة نمرود ووالدة تموز صحيح يا سامي على عكس الثالوث المسيحي كانت الثالوثات الوثنية بمعظمها تتألف من أم وأب وابن في مصر كانت إيزيس الأم وأزيريس الأب وحورس الأب السومريون القدماء كان لديهم آنو الأب وملك الآلهة الكائن الثاني في ألوهيتهم كان الإبن البكرة لآنو من زوجته الثانية إنكي المعروف برب الحكمة وأخيراً ابنه الثاني من زوجته الأولى إنليل الإله الخالق مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لا شيء يضاهي تعدد الزوجات لتعقيد مسار خط الخلافة يتكون الثالوث الهندوسي من إبراهما وفيشنو وشيفا أما الإغريق فكانوا يعبدون زيوس وأثنا وأبولو قائلين إن الثلاثة متفقون في واحد إذن أكرر كان الثالوث منتشراً في جميع أنحاء العالم القديم داخل الوثنية وهذا النموذج من ثالوث الأب والأم والابن لا تزال آثاره واضحة في الثالوث المسيحي خصوصاً عندما تدرك أن الكلمة العبرية التي تعني روح أو رواخ هي كلمة في صيغة المؤنت وليست المذكر نحن نعلم جميعاً ماذا حصل في مجمع نيقيا في القرن الرابع من المفترض أن الإمبراطورة الروماني قسطنطين قد تحول إلى المسيحية لكن ما فعله في الواقع كان تحركاً سياسياً استراتيجياً بقصد توحيد إمبراطوريته وفي مجمع نيقيا صدر مرسوم يقضي بمنع استخدام التقويم الكتابي لاحتساب أعياد يهوى التي تشمل الأعياد السنوية والسبت الأسبوعي ولكنهم فعلوا ما هو أكثر من ذلك راحوا يتجادلون بشأن طبيعة يهوى الحقيقية ألم يصدر قانون إيمان نيقيا في هذا المجمع؟ بل يا سام، مجمع نيقيا الأول عام 325 جرى تعديله لاحقاً عام 381 لكن الأمور الأساسية طرحت في المجمع الأول فقد وجه قسطنطين الدعوة إلى 1800 أسقف لحضور المجمع وكان الموضوع الرئيس الذي ناقشوه الطبيعة الحقيقية ليهوى ويهوشوى وأنذاك رفعت طبيعة المسيح رسمياً إلى مرتبة الألوهية حصل ذلك في وقت متأخر عام 325 أي بعد المسيح ب300 عام المسيحيون الرسليون كانوا يدركون أن يهوشوى كان إنساناً بالكامل وتلك الفكرة القائلة إنه إله جاءت لاحقاً ولكن لتظنن أن جميع الأساقف كانوا موافقين على قرارات المجمع فقد حاول الكثير منهم التشبث بالحقائق التي كان يعلمها الرسل في البداية حسناً يا سام، سأصحب على الشاشة اقتباساً أود أن تقرأه لنا ها هو إنه اقتباس من مقال يحمل توقيع سي أل هاجنسيك بعنوان أصل الثالوث من الوثنية إلى قسطنطين يقول وهكذا حصل قسطنطين على كنيسته الموحدة التي لم تكن موحدة تماماً وعبر أسقف آخر يوسابيوس القيصري عن استيائه من قانون إيمان نيقيا لدرجة أنه شعر بأنه من الملائم أن يبادر إلى تبرير نفسه أمام أتباعه في رسالة طويلة قال فيها إنه قاوم حتى اللحظة الأخيرة إلى أن فحصت كل الكلمات وشرح أن الكلمات لا تعني كل ما يبدو أنها تعنيه ولكن كان القصد منها بكل بساطة تأكيد ألوهية الإبن الفعلية هل لاحظت كيف نجحوا في المراوغة والالتفاف حول الحقائق قدام غيسامي؟ وفقاً لأرثر كوشمن ماك جيففارت في كتابه تاريخ الفكر المسيحي فإن القادة في نيقيا صمحوا بتفسير مزدوج بغية كسب يوسابيوس وأتباعه يبدو أنهم كانوا على استعداد للذهاب إلى أقصى الحدود لتوحيد المسيحيين حول هذه البدعة الجديدة هذا ما أمرهم الإمبراطور بفعله توحد وإلا المشكلة هي أن المسيحيين الأوائل لم يكونوا ثالثيين لدي المزيد من الاقتباسات اقرأ لنا هذا إنه من مقال لفكتور بول ويروال بعنوان يسوع المسيح ليس الله ماذا يقول؟ على الرغم من أن الأديان الأخرى التي سبقت ميلاد المسيح بآلاف السنين كانت تعبد الإله الثالثي إلا أن الثالث لم يكن جزءاً من العقيدة المسيحية ولم يرد في الوثائق الرسمية في القرون الثلاثة الأولى بعد المسيح لم يكن هناك معتقد رسمي راسخ للثالث قبل القرن الرابع وهذه حقيقة تاريخية موثقة تماماً واضح أن مؤرخي العقيدة الكنسية وعلماء اللهوت المنهجيين يتفقون على أن فكرة الثالث المسيحي لم تكن جزءاً من الكنيسة في القرن الأول الرسل الاثنى عشر لم يؤيدوها أبداً ولم يتلقوا أي وحي بشأنها إذن كيف يا ترى ظهرت عقيدة الثالوث آنذاك؟ تطورت تدريجياً واكتسبت زخماً في أواخر القرن الأول وفي القرنين الثاني والثالث بعد أن أدخل الوثنيون الذين تحولوا إلى المسيحية بعضاً من معتقداتهم وممارساتهم الوثنية إلى المسيحية هكذا تتسلل الهرطقة على مدى مئات السنين تغير بسيط من هنا تغير بسيط من هناك لكل جيل شيء مختلف قليلاً وفي نهاية المطاف يصبح لديك ديانة منظمة لا تشبه بأي شكل من الأشكال إيمان الرسل حتى الكاثوليك سيقرون بأن عقيدة الثالوث كما تعلم اليوم لا يمكن العثور عليها في الكتاب المقدس طبعاً سيقرون بذلك لأنهم يضعون تقاليد الكنيسة وكتابات آباء الكنيسة على قدم المسوات مع الكتاب المقدس وما يدهشني هو أن البروتستانت لا يزالون متمسكين بهذا الخطأ سامي اقرأ لنا هذا الاقتباس إنه من الموسوعة الكاثوليكية الحديثة طبع عام 1967 لا ينبغي على أي كان التحدث عن الثالوثية في العهد الجديد من دون أن يمتلك المؤهلات الجادة لذلك عندما يتحدث أحد عن الثالوثية من دون جدارة تراه ينتقل من فترة جذور المسيحية إلى فلنقل الربع الأخير من القرن الرابع ففي تلك الفترة فقط أصبحت ما يمكن تسميتها عقيدة الثالوث النهائية الخاصة بإله واحد في ثلاثة أقانيم مندرجة تماما في الحياة المسيحية والفكر المسيحي هذا كلام شديد اللهجة إذا كنت تؤمن بأن عقيدة الثالوث كتابية ما هو الاقتباس التالي؟ إنه من كتابه إدموند فورتمان الذي يحمل عنوان إله الثالوث يقول العهد القديم لا يقول لنا لا بشكل صريح ولا بتلميح ضمني أي شيء على الإطلاق عن إله ثالثي هو الآب والابن والروح القدس ما من دليل واحد على أن أي من كتاب النصوص المقدسة قد اشتبه حتى بوجود ثالوث داخل الألوهية حتى عندما نرى في العهد القديم أي تلميحات أو إشارات ضمنية أو علامات مبطنة للثالوث والأقانيم الثلاثة يكون ذلك بمثابة تجاوز لكلمات ونوايا كتاب النصوص المقدسة كتاب العهد الجديد لا يقدمون إلينا عقيدة الثالوث بشكل رسمي أو بصياغة واضحة لم يرد في أي من المقاطع أي عقيدة ثالثية عن الأقانيم الثلاثة المتميزة للحياة الإلهية والنشاط الإلهي في ألوهية واحدة فهمت ما يقوله؟ ما من دليل واحد على أن أي من كتاب النصوص المقدسة قد اشتبه حتى بوجود ثالوث داخل الألوهية نعم كانت تلك مفاجأة بالنسبة إلي إلى جانب الإشارات الكتابية إلى الروح القدس كنت أشير دائما إلى الآيتين السابعة والثامنة في يحنى الأولى الإصحاح الخامس كدليل على الثالوث في الكتاب المقدس استمع إلى هذا يقول فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد بالطبع يا سامي ورد ذلك في الكتاب المقدس وبالتالي لا بد من أن يحنى قد كتبه صح خطأ خطأ إذن سأجد اقتباسا آخر هنا أظنه يكشف العديد من النقاط المهم ها هو اقرأه لنا من فضل على ما يبدو هذا اقتباس من محاضرة لبارت إيرمان حول تاريخ المسيحية المبكرة يقول وهنا أقتبس المفهوم الأساسي للثالث هو أن ثمت ثلاثة أقانيم في الألوهية الآب والابن والروح القدس وهؤلاء جميعا متساوون في الألوهية وهم من نفس الجوهر ولكن رغم كونهم ثلاثة أقانيم إلا أنهم يشكلون معا إلها واحدا غير قابل للتجزئة في الطبيعة هذه العقيدة لا تبدو أنها عقيدة قد أعلنها المسيح التاريخي أو بولوس أو أي كاتب مسيحي آخر خلال المئة عام الأولى أو أكثر من المسيحية لا يمكن العثور عليها بصورة واضحة في الكتابات المسيحية الأولى المقطع الوحيد في العهد الجديد الذي يعلن العقيدة أن يحنى الأولى الإصحاح الخامس الأيتان السابعة والثامنة لم يكن أساسا جزءا من النص الأصلي ولكن أضيف لاحقا على يد الكتب المحنكين عقائديا لم يكن موجودا في أي من المخطوطات اليونانية قبل القرن الحادي عشر وأنا أعلم أن ما ورد فيه كان له تأثير كبير عليك لأنك ذكرته قبلا لقد أضيف هذا المقطع في يحنى الأولى الإصحاح الخامس بعد المسيح بأكثر من ألف عام على يد بعض الكتب المحنكين عقائديا بعبارة أخرى كانوا يدركون جيدا أن ثم تثغر كبير في الكتاب المقدس بشأن هذه العقيدة لذلك قرروا أن يعملوا بأنفسهم على سدها شيء من الخيال المقدس وانطلاقا من ذلك بدأت الأمور تتوالى وتتراكم مثل كرة الثلج إذا كان يهوشوا واحدا مع الآب في الجوه فهذا يعني أنه لابد من أن يكون إلها وإذا كان إلها فهذا يعني أنه لابد من أنه كان موجودا مسبقا وإذا كان لديه وجود مسبق وواواوا يمكنك أن تلاحظ كيف تتراكم الإفتراضات ويبنى عليها المزيد ثم المزيد ثم المزيد من الترهات وكلها خالية من أي منطق ولهذا غالبا ما يشار إلى الثالوث على أنه سر غامض إذا كان سرا بالفعل فلا داعي إلى أن نشغل بالنا بالمنطق علينا فقط أن ننحي جانبا أي أسئلة منطقية ونقول إنه سر عميق جدا لدرجة أن عقول البشر تعجز عن استيعابه كتب وين جورودم على موقع زوندرفان أكاديميك دوت كوم مقالة بعنوان سر الثالوث ويفتتح مقالته بالقول وهنا أكتبس قد يبدو صعبا أحيانا أن نفهم كيف أن هناك ثلاثة أقانيم متميزة في الثالوث ولكل منها كيان الله الكامل نفسه على الرغم من وجود إله واحد فقط وهو غير منقسم وفهم هذا الأمر لابد من أن يكون صعبا الثالوث هو واحد من تلك الأسرار التي لا يمكننا وصفها إلا جزئيا لقد فشلت كل المحاولات لتبسيط هذا السر أو شرحه بالكامل ما يؤدي غالبا إلى معتقدات تتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس باختصار عقيدة الثالوث هي أمر لن نفهمه تماما أبدا لأن أجزاء منه تفوق قدرتنا على الفهم لا تسأل عنه ولا تشكك به اقبله فقط فأنت لن تفهمه في جميع الأحوال ولكن هذا ليس ما يفعله يهوى على الإطلاق ماذا يقول في إشعياء الإصحاح الأول؟ هلما نتحاجج نتحاجج فالحق يسانده المنطق أنت تعلم أن الملحدين يتهمون المسيحيين بأنهم يقبلون كل شيء بالإيمان الأعمى ويطلقون العنان لعواطفهم ولكن في الواقع هناك الكثير من المنطق والبرهان لأن الحق نفسه يتحل بالمنطق فهو لا يتعرض أبدا مع نفسه وقد تعهد يهوى بالكشف عن كل ما نعرفه لنخلص وطبيعة يهوى الحقيقية وكذلك طبيعة المخلص مهمتان جدا ولما تقول ذلك؟ لأنك إذا كنت تؤمن بألوهية ثالثية فلابد من أن تؤمن أيضا بأن يهوشو كان إلها قد تحاول الالتفاف حول التناقضات بالقول إنه كان إنسانا بالكامل وإلها بالكامل وهذا بحد ذاته تناقض محير ولكن إذا كنت تؤمن بأن المخلص كان إلها بأي شكل من الأشكال فأنت بذلك تقوذ الأساس الكامل لخطة الخلاص الألوهية لا يمكن أن تموت الألوهية خالدة في حد ذاتها وبالطبع الكتاب المقدس يقول إن يهوى وحده له الخلود وهذا دليل كتابي آخر على أنه واحد فقط وليس ثلاثة في واحد وبالتالي كان لابد من أن يكون المخلص إنسانا كانت مهمته تخليص الجنس البشري حيث فشل آدم الأول كيف يمكنه أن يفعل ذلك لو لم يكن إنسانا بالكامل مئة في المئة وقتنا قد شارف على النهاية أتمنى لو كان بيسعنا الاستفادة في الحديث عن هذا الموضوع ولكن هذا غير ممكن أود أن أطلب من المستمعين أن يحضروا قلما وورقة فسأذكر عددا من عنوين المقالات على موقعنا الإلكتروني التي يمكنهم قراءتها للتعمق أكثر في هذا الموضوع يمكنكم أن تقرأوا كريستولوجيا الكتاب المقدس الأساسية للمسيحيين الموحدين هذا مقال جيد وثمت مقال آخر بعنوان إله يهوشوه هناك أيضا سلسلة مقالات من جزئين وهي مفيدة جدا وتحمل عنوان متى أتى ابن يهوى إلى الوجود هناك الكثير من المقالات ومقاطع الفيديو المفيدة إضافة إلى الحلقات الإذاعية التي بثت سابقا والتي تتناول كل جانب من جوانب هذه العقيدة ثمت حلقة بعنوان الآب والإبن إثمان وليس واحد إذن راجعوا كل ذلك عندما يتسنى لكم الوقت ابقوا معنا يا أصدقاء الفقرة التالية هي البريد اليومي أنتم تستمعون إلى الراديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك من أين يأتي سؤالنا اليوم؟ من الولايات المتحدة قرأت في مكان ما أن الدستور الأمريكي لم يكن كله من تأليف الرجال الذين نصوه حقا كان مسروقا؟ لا أعرف إن كنت سأقول إنه مسروق ولكن توماس جيفرسون وجون آدمس الرجلان الذين وضعاه صاغاه على غرار دستور اتحاد الإيروكوا اجتمعت خمس دول هندية أمريكية منفصلة وشكلت اتحاداً في القرن السابع عشر على ما أظن كان الاتحاد قوياً لبضع مئات من السنين وكان في ذرواته عام 1700 وضع توماس جيفرسون وجون آدمس دستور الولايات المتحدة استناداً إلى الدستور الذي وضعته هذه القبائل الأمريكية الأصلية كتبت بارب من ألبني في نيويورك هل لاحظتم يوماً أن المسيحيين هم في الغالب أكثر الناس تعاسة وينقلون تعاستهم إلى إخوتهم المسيحيين منذ ما يقارب الخمس سنوات كرست قلبي للمسيح وأنا ممتنة جداً لمعرفة حقائق الكتاب المقدس ومع ذلك صدمت لأنني وجهت الكثير من الانتقادات والغيبة وتقص الأخطاء في المسيحية حتى أنني سمعت أحد الرعاة يعظ من على المنبر قائلاً إن المسيحيين يجب أن يكونوا أسعد الناس من حولنا أوافق على أنه يجب أن نكون كذلك لكن الكثيرين ليسوا سعداء لماذا تفترضون أن ذلك يحدث فعلاً فيما لدينا جمال رسالة الإنجيل وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ يا له من سؤال مثير للتفكير أكره أن أقول ذلك لكنها محقة فهناك داخل المسيحية قدر هائل من الأحكام التي تشمل الغالبية الساحقة منها إنها ترتدي ملابس غير محتشمة يجب عليها التستر أو يا لهذه الموسيقى التي يستمع إليها أو الأفلام التي يسمح لأطفاله بمشاهدتها إلى لا أصدق أنهم ما زالوا يتناولون اللحوم أو أياً كان إنه مجرد نقد مستمر وتعيير بالأخطاء وإيذاء إخواننا وأخواتنا في الإيمان أو ما زالوا يستخدمون الله ويسوع بدل اسميهما المقدسين نعم يفعلون أي شيء لإلقاء اللوم على الآخرين وتعييرهم بأخطائهم وهل لاحظت يوماً أنه كلما كان الشخص أكثر تحفظاً كلما غالباً ما زادت المشكلات؟ فعلاً أنا ممتن لسؤال بارب وتسألت عن الأمر شخصياً لماذا يعتبر النقد وتقص الأخطاء خطأاً بين المسيحيين المحافظين وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟ أود أن أقول إن المشكلة تبدأ بنظام معتقداتهم المسيحيون الذين ينتقدون الآخرين ويعيرونهم بأخطائهم يتبعون لاهوتاً غير صحيح حقاً؟ لكن كثيرون يفعلون ذلك حتى من بين أولئك الذين يمتلكون الحق اسمح لي أن أعيد صياغة المسألة المسيحيون الذين يقضون وقتهم في التركيز على المسيحيين الآخرين ويجدون الأخطاء في الأفعال والمعتقدات والملابس والنظام الغذائي والترفيه وخيارات الحياة قل ما شئت في أعمال الآخرين قد استوعبوا شكلاً منحرفاً من الإنجيل وثمار هذا الإنجيل المنحرف هو كراهية الذات التي تظهر في مواقفهم النقدية وتقص الأخطاء فلنجزئ المسألة كيف ستنتقل من النقطة ألف إلى النقطة باء ثم إلى النقطة جيم في استنتاجاتك؟ إحدى حقائق المسيحية هي أن يهوشوة جاء كمثال لما يجب أن تكون عليه وبولوس أخبر أهل كورانثوس أنهم سيقتدون به تماماً كما اقتدى هو بالمسيح كورانثوس الأولى الإصعاح الحادي عشر الآية الأولى لا أرى كيف يحول ذلك المسيحيين إلى منتقدين لذعين للخطأ يحصل ذلك عندما تؤمن بأنه من خلال تقليد المسيح يتوقع ياه منك أن تكون كاملاً رغم كوننا جميعاً ما زلنا نتمتع بطبيعة ساقطة الحقيقة هي أنه طالما نتمتع بطبيعة ساقطة لن نكون كاملين أبداً أنا أقول هذا بصفة شخصاً اعتاد أن يكون ضمن من يعتقدون أنه في مرحلة ما قبل عودة المسيح سيصل جميع المسيحيين الحقيقيين إلى النقطة التي يستسلمون فيها بالكامل ويكفون عن ارتكاب الخطيئة أجل لطالما صدقت ذلك أنا أيضاً أنت تستسلم والمسيح الذي فيك لا يرتكب الخطيئة ولكن كما تعلمنا منذ ذلك الحين وذلك يتناقض في الواقع مع مقاطع أخرى من الكتاب المقدس من المستحيل على أي شخص لديه طبيعة خاطئة ساقطة أن يعيش حياة بلا خطيئة بالطبع سيحارب شعبيا التجربة سيقاومون الشيطان لكننا سنستمر في التعثر وحتى السقوط طالما أن طبيعتنا ذاتها خاطئة وهذا لن يتغير حتى نتمتع بطبيعة أسمى عند عودة المسيح إذن كيف يترجم هذا إلى مسيحيين ناقدين؟ هل تذكر أنني قلت إن هذا يأتي من شكل منحرف للإنجيل؟ إذا كنت تظن أن رسالة الإنجيل هي أنك إذا استسلمت كفاية المسيح الذي يعيش فيك لن يرتكب خطيئة فأنت تحت ضغط هائل لتعيش حياة بلا خطيئة كل ذلك وطبيعتك لا تزال ساقطة وهذا مستحيل ولن يغير أي قدر من العظات وتنبيه المؤمنين بأن يحذو حذو المسيح وأن لا يتمثل بعضهم ببعض من حقيقة أننا جميعاً ما زلنا نتمتع بطبيعة ساقطة لا يدركون أن الإنزلاقات والخطيئة التي ستحدث دائماً مع الطبيعة الخاطئة الساقطة سببها ذلك وليس عدم الالتزام بياه فإن هؤلاء الأفراد يشكون في أنفسهم وهذا الشك يقود إلى الخوف والخوف يزداد مع كل علامة توضح مدى اقتراب عودة المسيح لأنك إن كنت تؤمن بأن عودته وشيكاً ولكنك تؤمن أيضاً بأنه عليك الوصول إلى حالة الكمال قبل أن يعود فمن الطبيعي أن تخاف من أن تبعدك خطاياك عن مملكته والشك الذاتي يقودك إلى الشعور بانعدام قيمتك الذاتية طالما أن نظام المعتقدات الداخلية لدى الشخص يغرس فيه الخوف ويجعله يشعر بأن لا قيمة له فسيستمر الناس في محاولة تحسين شعورهم اتجاه أنفسهم هذا هو المفتاح لفهم سبب حدوث ذلك لأن أسهل طريقة لأن تشعر بتحسن اتجاه إخفاقاتك هي تحديد الخطأ لدى الآخر وهنا يبدأ كل النقد تنظر إلى كمال المسيح الذي كما تعلمنا ولد بطبيعة آدم قبل السقوط لأنه أرسل ليخلصنا من سقوط آدم وتظن أنه يفترض بك بما أنك ولدت بطبيعة آدم بعد السقوط أن تكون كاملا هذا ببساطة يجعلك تشعر بالاكتئاب والإحباط والخوف من فرصك في الخلاص يكشف مثل هذا التفكير عن عدم ثقة المرء في أنه سيخلص برأي مثل هؤلاء الناس لا يدركون ذلك لكن نعم هذا بالضبط ما يكشف عنه لذلك ليشعروا بالرضى بشأن فرصهم في الخلاص من السهل جدا الوقوع في فخ تحديد أخطاء المؤمنين الآخرين وليس غير المؤمنين فالمنافسة بينهم غير قائمة لكنهم يقارنون أنفسهم بالمؤمنين الآخرين وإذا تمكنوا من تحديد أخطاء لدى المؤمنين الآخرين فإن ذلك يمنحهم الطمأنين بأنهم ليسوا بهذا السوء بصراحة فعلت ذلك وأنا كذلك عندما آمنت بأنه يجب أن أحقق الكمال بينما كنت لا أزال أعيش بطبيعة خاطئة ولكن هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام من السهل جدا إدانة ورفض أي شخص دنيوي لا يرقى إلى مستوى تعريفك الذاتي الذي تفرض أنه الصواب والبر ولكن ماذا لو كان الشخص دام عيير أعلى سيتحقق أحد الأمرين إما ستصبح مقتنعا بأن هذا المعيار الأعلى والأسمى هو ما ترغب في اعتماده أيضا وهذا بدوره يمنحك سببا إضافيا لإلقاء اللوم وتحديد أخطاء الآخرين الذين لا يقبلون هذا النور الجديد وأما البديل الآخر هو رفضهم واتهام الشخص ذي المستوى الأعلى بأنه قانوني نعم شهدت ذلك مرات عدة وأنا عشت ذلك وفعلته يجب أن أعترف بالأمر بالتأكيد يا سامي إذا كان هذا معيارا لا نريد اعتماده أسهل طريقة للتخلص من الالتزام غير المرغوب فيه هي ببساطة شجبه باعتباره قانونيا لكن في كلتا الحالتين يحدد المؤمن الأخطاء لدى المؤمنين الآخرين بدل أن يمنح الجميع الحرية في المسيح لاتباع قناعاتهم الخاصة هل من الممكن أن يكون هذا الاتجاه قد ساهم في انتشار توائف مختلفة داخل المسيحية؟ هذا أمر يشير إليه غير المؤمنين كسبب لرفض المسيحية يقولون هناك الكثير من الطوائف المختلفة لا يمكنك الاتفاق على أي شيء كيف يمكن أن يكون أي منها صحيحا؟ الآن أتساءل عما إذا كان هذا الميل لتعيير الأخطاء لدى المسيحيين الآخرين هو سبب توافر الطوائف المختلفة الجمة لماذا؟ كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج وربط الأمو؟ عندما تؤمن بضرورة تحقيق الكمال قبل عودة المسيح فأنت تحاول تحقيق المستحيل لا أحد منا يمكنه فعل ذلك طالما أننا ما زلنا نتمتع بطبيعة ساقطة ورثناها عن آدم لذا فإن التأثير العاطفية هو كراهية الذات فالكثير من المسيحيين تملأهم كراهية الذات بمجرد أن تجعل الناس يكرهون أنفسهم لمجرد وجودهم من السهل حملهم على توجيه هذا الغضب إلى أي شخص آخر ليس جزءا من نظام معتقداتهم الشخصية حتى داخل المذهب الخاص هذا يبرز بشكل قبيح مع بعض أعضاء الكنيسة الذين يتعرضون للنكران لأنهم دنيويون لفشلهم في تحقيق معايير عالية عندما تكون هذه المعايير العالية مفروضة ذاتيا وليست معايير كتابية فعلية هذا ملهم ثم يأتينا الإنقساء أحيانا يحاول الرعاة تعزيز التماسك والوحدة بقولهم الكنائس مستشفيات للخطأ وليست نواد ترفيهية للقديسين وكأن هذا يفسر ضررا ناجما عن انتقاد الآخرين لكن ما نحتاج إلى فعله هو التركيز على الرسالة الحقيقية للإنجيل وهي أنه عندما يعود يهوشوى لإقامة مملكة يهوى الأبدية سنوهب جميعا طبائع أعلى وأسما عندئذ فقط سنكون بلا خطيئة إذن هذا يجيب عن اللماذا التي طرحتها بارب الآن الكيف الآن بعد أن أدركنا هذا الاتجاه كيف يمكننا كمسيحيين التوقف عن انتقاد الآخرين فنرضى عن أنفسنا الحل يكمن في رسالة الشاهد الحقيقي إلى اللاودكيين لما لا تنتقل إليها يا سامي وتقرأ لنا الآيات بسرعة الرؤية الإصحاح الثالث الرؤية الإصحاح الثالث الآيات الرابعة عشر حتى الثامنة عشر واكتب إلى ملاك كنيسة اللاودكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقتي يهوى أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لأنك فاتر ولست باردا أو حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبئس وفقير وأعمى وعريان أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني وثيابا ضيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر خوفنا وبغضنا للذات يحولان نظرنا عن يهوى وينصبان على الآخرين وفقا لتقديرنا نريد ازدراءهم لبناء أنفسنا وينتج عن هذا الكبرياء الروحي والتصرف بطريقة تظهر وكأن لدينا كل ما نحتاج إليه في حين أننا في الواقع بائسون ويائسون وفقراء وعميان وعورات إذن ماذا نفعل؟ نلجأ إلى المخلص ونفعل بالضبط ما يقوله نطلب منه أن يهبنا ذهب إيمانه الذي سقل في النار وهذا سيمنحنا الثقة بمحبة يهولنا رغم إخفاقاتنا نسأله عن ثوب بره الأبيض وهذا سيمنعنا من الإنغماس في محاسبة أنفسنا على حساب الآخرين الذين ننتقدهم لكن ألا يشير كحل العين إلى إخفاقاتنا؟ ما يجعلنا أكثر ميلاً لازدراء الآخرين لنحسب أننا نملك فرصاً للخلاص؟ عندما نكافأ بكحل إلهي للعين نرى كما يرى المسيح ستصبح الخطيئة مكروهة بالنسبة إلينا لكن بكحل العين سنحب الآخرين حقاً كما فعل المسيح وسندرك أن كل فرد قد تشكل من خلال تجارب حياته الخاصة وسيكافح تحت حمله الخاص من المعتقدات الراصقة سنقبل كل شخص كأرواح مات يهوشو من أجلها أرواح يحبها الآب بالتأكيد لن نقول للناس الذين لا نتفق معهم أنا أحبكم ولكنني أكره خطيئتكم لا أعرف من أين يستحدث المسيحيون هذه الأمور يهوشو لم يقل شيئاً كهذا لأي شخص للمرأة التي قبض عليها في الزنا قال ببساطة ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضاً لم يلقي عليها محاضرة عن خياراتها السيئة أو كيف أن ما فعلته كان خطيئة ليس من واجبنا أن ندين أي شخص على الخطيئة فهذه مهمة الروح القدس مهمتنا هي ببساطة إظهار الحب الإلهي للآخرين في كيفية معاملتنا لهم هذا ما فعله يهوشو لا يتعين علينا أن ننظر إليهم باستخفاف أو نحدد أخطاءهم أو ننتقدهم بسبب اختياراتهم في أسلوب حياتهم وخياراتهم الغذائية أو طريقة لباسهم أو من يحبون سنترك كل ذلك في يديا لأن عمل الروح القدس هو إدانة الخطيئة وليس عملنا وهو لا يحتاج إلى مساعدة يعرف الروح القدس كيف يبلغ القلوب وسيفعل ذلك بأرقى وألطف طريقة ممكن قصبة مرضودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق إشعياء الإصحاح الثاني والأربعون الآية الثالثة هذه نبوءة المخلص وهذه هي الطريقة التي سنتصرف بها أيضا التشجيع وليس التفبيط البناء بدل الهدم مع العلم أن التبكيت على الخطيئة هو عمل الروح القدس فإنه يحررنا من حب الخطأ وقبولهم تماما كما فعل المسيح من دون أن يحاضر عن فشلهم هذا ما سيظهر حقا محبة ياهل الضالين وعندما نعلم أن يهوى لا يتوقع منا أن نصل إلى الكمال بلا خطيئة طالما أنه ما زلنا نتمتع بطبيعتنا الساقطة فلن نشعر بالحاجة إلى تدمير الآخرين لنشعر بحال أفضل هذا حقا يجلب نور الإنجيل لمن حولنا استمروا في إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم وطلبات الصلاة يروقنا التواصل معكم ما عليكم سوى زيارة موقعنا www.wordslastchance.com والنقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة التالي نادية يعقوب في وعد اليوم مرحبا هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه قرأت مؤخرا عن متحدث تحفيزي توجه إلى حشد كبير من مئات الأشخاص الذين حملوا عشرين دولارا فسألهم من يريد عشرين دولارا بعد بعض الضحكات المتفرقة المفاجئة رفع الحشد بأكمله أيديهم فقال المتحدث حسنا سأعطي هذا المال لشخص ما لكن أولا وسرعان ما جعد الورقة في قبضته ثم سأل وهو يحمل الورقة المجعدة عاليا والآن من يريدها مرة أخرى ارتفعت كل الأيدي فأسقطها المتحدث على المسرح وداس عليها الورقة المجعدة أصبحت الآن قذيرة وهو يتناولها سأل هل ما زال أحد يريدها مرة أخرى ارتفعت كل الأيدي فقال المتحدث وهو ينظر باهتمام إلى جمهوره بغض النظر عما أفعله بهذه الورقة سأخمن أنكم تريدونها لأنه بغض النظر عما أفعله بها فإن قيمتها تظل كما هي كانت قيمة الورقة الجديدة الهشة عشرين دولاراً وكانت قيمة الورقة المجعدة عشرين دولاراً ولا تزال قيمة الفاتورة القذرة التي دستها عشرين دولاراً القيمة لم تتغير بغض النظر عما فعلت بها الأمر نفسه ينطبق عليك نحن نعيش في عالم شرير وأحياناً تحدث أمور سيئة نحن نعيش أيضاً بطبيعة ساقطة وعلينا أحياناً التعامل مع عواقب الخيارات والقرارات السيئة ولكن بغض النظر عما حدث لك أو ما تعرضت إليه بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبتها أو الخيارات التي تندم عليها بغض النظر عن العواقب التي تواجهها الآن تظل قيمتك كما هي ولا تتغير في الواقع قيمتك عالية لدرجة أن يهوى كان على استعداد لإرسال ابنه ليخلصك من الخطيئة كما ترى الآب لا يريد أن ينضي الأبدية من دونك إنه يحبك بحب لا يمكن للأبدية أن تقيصه أبداً وإذا لم تكن هناك سيفتقدك إلى أبيك السماوي أنت لؤلؤة ثمينة كنز مخبأ في حقل يستحق التضحية بكل شيء للحصول عليه مهما فعلت مهما كان ما تعرضت له قيمتك غالية أنت غال بنسبة إليه إشعي الأسحاح الثالث والأربعون الآيات الأولى حتى الرابعة تقول والآن هكذا يقول يهوى خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي إذا اشتست في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار فلا تلذخ واللهيب لا يحرقك لأني أنا يهوى إلهك قدوس إسرائيل مخلصك جعلت مصر فديتك كوشة وسبة عيوضك إذ صرت عزيزا في عيني مقرما وأنا قد أحببتك أعطئ ناسا عيوضك وشعوبا عيوض نفسك لقد منحنا وعودا عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها راقتني دراسة اليوم لا يضر أبدا إعادة النظر في معتقداتنا أو البحث عن أدلة جديدة كما قلت سابقا إما أنها ستؤكد معتقداتنا أو أنها تعلمنا شيئا جديدا ويجب ألا نخاف من تعلم أمور جديدة سنقضي الأبدية في تعلم أمور جديدة هل تعتقد حقا أننا سنتعلم كل الأمور من هذا الجانب من الأبدية؟ لا من خلال ما لحظته يميل الناس إلى الخوف من الأفكار الجديدة ثم تعتقاد سائد يقول إنهم إذا أعطوا مساحة في رؤوسهم للنظر في فكرة أو عقيدة جديدة فسيغورون في أرض ساحرة ثم يقعون في أشراك الشيطان وينخدعون رغما عنهم ويتوهون فأنا أيضا واجهت هذا الاعتقاد لا يتم التعبير عنه فعلا بالكلمات ولكن هذا الشعور موجود سأسألك يا سامي هل يبدو أنه أمر يسمح به أبونا السماوي المحب؟ هل هو حقا كذلك؟ لا أبدا في أعمال الرسل يخبرنا لوقة كيف غادر بولوس وسيلة سالونيكي وذهب إلى بيرية إنه يدلي ببيان مثير للاهتمام في الآية الحادية عشرة من الإصحاح السابع عشر هل تقرأها لنا يا سامي؟ وكان يهود بيرية أشرف من يهود سالونيكي فقبلوا كلمتياه برغبة شديدة وأخذوا يدرسون الكتاب يوميا ليتأكدوا من صحة التعليم كان البيريون أكثر إنصافا من أهل سالونيكي لأنهم أعطوا هذه الأفكار الجديدة وهذه المفاهيم الجديدة التي كانوا يسمعونها لأول مرة فرصة عادلة لم يصدقوا ما قاله بولوس وسيلة كما أنهم لم يرفضوا أفكارهما صراحة لمجرد أنها كانت مختلفة عن أي شيء سبق أن تعلموه أعطوها فرصة عادلة درسوا ذلك بأنفسهم واثقين بروحيا لقيادتهم إلى الحق تقول ترجمات أخرى إنهم كانوا يتمتعون بشخصيات نبيلة أكثر من أهل سالونيكي كل ذلك لأنهم في الأساس درسوا بعقل منفتح الدراسة بعقل منفتح تعني أنك على استعداد للطاعة إذا كانت روحيا تقنعك بأن هذا صحيح هذه هي الطريقة التي درس بها البيريون وعندما نفعل ذلك يمكننا أن نثق بيهوة ليبقي عقولنا آمنة فلن ننخدع رغما عن إرادتنا يمكننا دائما أن نثق بمحبة الآب لنا حسناً انتهى وقتنا لليوم انضموا إلينا من جديد غداً وحتى ذلك الحين تذكروا يهوى يحبكم وهو جدير بثقاتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة لتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضاً مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غداً لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 متراً راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك اشتركوا في القناة